السلام عليكم مشاهدين الكرام الأمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة توفر لهم الصحة والنشاط في البيانات التالية نستعرض متوسط نصيب الفرد في أكثر المواد الغذائية استهلاكا في السلطنة مقارنة بالدول العربية والتي توضح ارتفاع نصيب الفرد في السلطنة في أربع مواد غذائية وهي الأرز والسكر واللحوم البيضاء والأسماك وتشير البيانات أيضا إلى أن القمح والأرز أعلى السلع استهلاكا في السلطنة حيث بلغ نصيب الفرد من القمح والدقيق أكثر من 111 كيلو جرام بينما بلغ الأرز ما يزيد عن 56 كيلو جرام للفرد الواحد ومن الملاحظ أيضا أن الزيوت النباتية الأقل استهلاكا في السلطنة حيث يستهلك منها الفرد 3 كيلو جرامات فقط وعلى صعيد الدول العربية يعتبر القمح أيضا أعلى السلع استهلاكا فيما تعد الأسماك أقل السلع الغذائي استهلاكا بالنسبة للفرد أما على صعيد الإنفاق الشهري للأسرة تأتي اللحوم والدواجن في المرتبة الأولى بنسبة 20% من إجمال الإنفاق أي قرابة 50 ريال شهريا ثم الأطعمة الجاهزة ب31 ريال عماني أي بنسبة 13% المكسرات هي الأقل استهلاكا التي لا تتجاوز الريال العماني الواحد ثم ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام في مخزون السلع الغذائي المتوفرة في الهيئة العامة للمخازم والاحتياط الغذائي حيث يشكل القمح أعلى السلع المتوفرة بحد أقصى 340 ألف طن وبحد أدنى يصل إلى 40 ألف طن يليه الأرز كحد أقصى ب120 ألف طن وبحد أدنى 10 ألاف طن ثم السكر ب21 ألف طن كحد أقصى و10 ألاف ونصف كحد أدنى أما فيما يخص الإنتاج المحلي من الزراعة والأسماك في عام 2009 كان 362 مليون ريال عماني ليرتفع عام 2012 إلى أكثر من 460 مليون ريال عماني هذه كانت أهم مؤشرات الأمن الغذائي في السلطنة شكرا لكرم المتابعة